نواب البرلمان يرفعون السقف عالياً ضد المتطاولين على الجزائر وتاريخها وأولى الخطوات ستكون بتشريع قانون يجرم الاستعمار ولائحة برلمانية للرد على التجاوزات الفرنسية بالنسبة لمسودة مشروع تجريم الاستعمار سيتم وضع الملف بإذن الواحد لأحد يوم 28 أكتوبر يعني يوم الخميس المقبل تيمناً بذكرى الفاتح من نوفمبر المجيدة حتى نحتفل هذه المرة بعيداً عن الشعارات نحتفل بهذه الذكرى ونحن نقدم شيئاً ميدانياً لزاماً أن يفهم هؤلاء بأن هناك نقاش حقيقي وجدي حول تجريم الاستعمار وحول فتح ملف الذاكرة بنوع من مسؤولية دون أن نتجاوز على العلاقات الدبلوماسية والعلاقات بين الدول قانون التعريب ومعه الاتفاقات الاقتصادية والثقافية هي الأخرى أخذت حيزاً كبيراً من نقاش النواب في ندوة خصصة للرد على تطول البرلمان الفرنسي على الجزائر فالكل هنا يرافع لصالح مراجعة كثير من الاتفاقيات التي تربطون بفرنسا حقيقة هذا أضر بالمصالح الجزائرية وأضر بالشعب الجزائري وجعل فيه دولة استعمارية تعيش على الدول أخرى والآن مطلوب أن يعاد النظر في هذه الاتفاقيات سواء انتفاقيات الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية الآن والجزائر استعادت خطة صيرها المستقيم هي في مراجعة لكل الجوانب الاقتصادية والجوانب الاقتصادية تخضع إلى انتفاقيات الاتفاقية هذه يجب أن تكون رابح رابح من الطرفين فرنسا رسمية تتخذ من الجزائر دوما مادة دسمة لشغل الرأي العام الداخلي مع اقتراب مواعيدها الانتخابية لكنها اليوم استدمت بواقع مخالف واقع يقول إن عالم ما بعد كورونا يختلف كثيرا عن سابقه اشتركوا في القناة